بينما كان اليهود ولاحظ يزعمون أنهم يعرفون الحق لكن الحقيقة أحبائي لم يعرفوا الحق بل كانوا تحت العبودية قالوا لم نستعبد قط طبعاً يتكلموا عن العبودية من يعني الروحية لكن حقيقةً هم استعبدوا إلى عدة شعوب نرجع لأيام أشور وبابل ومادو فارس مملكة فارس مملكة اليونان مملكة البطالسة والسلوقيين ثم الرومان ثم البزنطيين ثم يعني إلى يومنا هذا الحقيقة إنهم ما عرفوا الحق بل كانوا تحت العبودية كانوا عبيد يعني لم نستعبد قط فهذا واضح عبيد للجهل عبيد للكبرياء عبيد للضلال والخطيئة عبيد للتقاليد وحرفية النموس عبيد للخرافات بل كانوا مخادعين وقحين وكما سماهم المسيح قتله أي هذه صفة الشيطان لأنهم ادعوا التدين هذا هو السياق الحديث بحديث المسيح مع التلميذ يعني اللي آمنوا ولكن كانوا غير مؤمنين حقيقيين ما ثبتوا في الكلمة ولم يثبتوا في الحق كما قال الرسول يحنى ولم يثبتوا في يسوع المسيح اشتركوا في القناة